في دراسة عملت في جامعة كاليفونيا بالولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن فيه ارتباط بين اتباع الأنظمة الغذائية عالية الدهون وزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا فرق الباحثين توصلوا إلى إن فيه تلات أنظمة غذائية عالية للدهون بتزود من البروتينات الشوكية اللي بتسهل دخول فيروس كورونا للجسم خلونا عرف تفاصيل أكتر من حول هذه الدراسة من الدكتورة سالي وحيد الخضري استشاري الصحة العامة والطب الوقائي واللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم صباح الخير دكتور سالي صباح النور وصباح الخير يا مصر عايزين نعرف من حضاتك في البداية هل فعلا زي ما دراسة بتقول فيه أنظمة غذائية عالية الدهون بتؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بكورونا يعني هل فيه ربط علمي فعلا ما بين الأمرين دول ده حقيقي فيه دراسات كتيرة تعاملت في الموضوع ده من أول أبحاث كورونا من أول كورونا ما ظهرت تقريبا بس الدراسة الأخيرة اللي انتشرت واتنشرت في مجالة تايمز في انديا كانت أصلا منشورة في مجالة الناتشر ودي من أعلى المجالات العالميا في ديسمبر عشرين تاراتة وعشرين واللي كانت بتقول أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون لها ارتباط وفيق قدا بزيادة الإصابة أو بتخلينا عرضا للإصابة أكتر بفيروس الكورونا ودي كان لها أثبات كتير أولها أن الديت أو الأنظمة الغذائية عالية الدهون دي بتخلي الجسم يعمل ميتابوليزمة أو الآيد بتاع الجسم بطريقة معينة يطلع علينا بعض البروتينات وبعض زي الأتي إي تو ده ريسبتور موجود على الخلايا تخلي الخلايا بتاع الفيروسات فيها اللي هي الفيروس دايما كنا بنرسمه ليه سبايكس كده أو زي أشواك الأشواك دي بتسهل عليه بياخد البروتينات دي وتسهل عليه بدخول الخلايا ده مش كده بس ده بتوقع المناعة جدا لأن الأنظمة الغذائية عالية الدهون بتأثر على المناعة تأثر شديد غير إنها بتأثر لي على المايكروبيوم المايكروبيوم وهذا ترند جديد جدا ترند جديد ومنتشر عالميا لدرجة نسمو المعدة أو الأمعاء متوصلة بالجسم كله وهي المسيطرة على الصحة العام للجسم هي برضو الفات دايتس أو الأنظمة الغذائية عليك بتأثر لي على المايكروبيوم أو البكتيريا النفعة اللي موجودة في الأمعاء وبالتالي بتخليلي الأمعاء غير صحية تدخلي ميكروبيومات كتيرة تخلي الجسم في حالة التهاب طول الوقت أو زي ما يكون الجسم بيدافع عن ميكروبيومات مش موجودة تستنفذ جهاز المناعي طريقة جديدة تخلينا عرضة مش بس لكورونا لأمراض كتير جدا دكتور احنا عارفين نكون شوي بتطلع موضة كده في الدايتس عادنا فترة نشوف الفات دايتس وكان في مقابلها البي بي دي أو البلانت بيز دايت هل أنت متخيلة أن الأنظمة النباتية ممكن تكون أقل خطر في الإصابة بفيروس كورونا وبرضو في نفس الوقت تساعد الجسم على أنه ينزل بنفس السرعة اللي بتاخدها الناس اللي ماشي على الفات دايت أو على الأنظمة العالية الدهون قصي هو في تريندات كتيرة جدا للفات دايت والكيتو دايت وشوية حاجات كتيرة قوي طلعت موضة بس حقيقي الكيتو دايت أو خصوصا يعني الكيتو دايت كان نظام غذائي أصلا عاملينه البكاترة عشان أنواع معينة من الأمراض من ضمنها الأمراض اللي بتيجي التشنوجات كتيرة لأن الفات دايت بيخلي الأيد بتاع الجسم قليل يعني بيخلي أن المخ بيقلل الكهرباء العالي في المخ فتقلل لمرضة السرعة والزهايمر وما أشبهها نعم لا خلي بالك الفات دايت هنقول المشاكل بتاعته أنه من ضمنها بيزود لي الزهايمر لكن أنا بقلل بس الكهرباء بتاعت المخ لكن الفكرة بقى أن في أنواع من الدايت أحسن من أنواع أنا أقول لك إن فاتها والخضار والحاجات دي فيها فيتامينات حلوة جدا هتعز المناعة بس مش بقول أن أنا أبقى فيجيتيريان بمعنى فيجيتيريان النهائي لأن أنا لو في الدراسة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي لسه معمولة في مكالة نشر لسمبر 2022 اللي استخدموا فيها جابوا الفران وإدوهم كوكونات آيل وصويا آيل والحاجات اللي هي أصلاً لباتية فمش معنى كده أن أنا الدايت النباتي هيخليني أنا كده في السليم وأنا كده كويس وأنا نطمئ ساكيني الفكرة فأنا بيخد كميان قد دقيق ونتب قد دقيق من العناصر الغذائية الأساسية للجسم أنا هيخد دهون كتير هأصاب بأمراض كتير طيب عايزة أسأل حضرتك كمان دكتور سالي علاقة الأنظمة الغذائية بضعف جينات الجهاز المناعي يعني هل ممكن تكون سبب مثلاً في خل بيئة يعني تزدهر فيها البكتيريا وتحديداً بكتيريا الأمعاء الضرة بالضبط أنا لسه أقيل لحضرتك أن الأنظمة الغذائية الغير متوازنة والغير لا يشطحية بتخليلي الميكروبات التي في الأمعاء تحتلها دي سبيوزز دي يحتلها خلل يخليلي يعمل سببريشن أو أن أنا أقلي للبكتيريا النافعة اللي بتحميلي عامنها زي خط الدفاع الأول جهو الجسد عن الخلايا بتاعت الأمعاء نفسها وبتخليلي بتنشط لي الميكروبات الضرة وبالتالي يخلي الجسم طول الوقت كأنه في حال الدفاع تعمل زي إرهاق للجهاز المناعي بالتالي يبقى مناعة وضعيفة جداً لإستبال أي مرض غير ما إنها الاختلال في البكتيريا النفعة في الأمعاء بتخلي النفاذية بتاعت الأمعاء كبيرة بدلا ما هي متماسكة كده وبتعديلي بس العناصر الغذائية المفيدة بتخليها مفككة وبالتالي تعديلي ميكروبات تعديلي مواد غذائية تسبب لي التهابات وتسبب لي حساسية وبالتالي ترغي الجهاز المناعي جداً أنا عايز أقول لكم إن الفات دايت النفس الباحثين اللي انتشرت المواقع العالمية وبيقولوا إن الفات دايت صالعة بيزود لي التهاب بتاع الجهاز المناعي أو بالصابة بفيروس كورونا عملوا دراسة في 2015 واقلوا إن الفات دايت صالعة دي أو هي الأنظمة الغذائية عالية الدهون بتسبب لي مرض السمنة مرض السكر مقاومة الإنسولين الكبد الدهني الكبد الدهني دلوقتي ما بقى إش زي زمان قولت عندك شوية دهون على الكبد لا الكبد الدهني دلوقتي السبب في تلايف الكبد وممكن يسبب سرطانات وبرضو عملوا دراسة في 2020 لقوا فيها إن مش بس بتأثر لي على الصحة العاملة هذا بتأثر لي على خلايا المخ والجينز بتاعت البرين أو الدماغ بتاعت ممكن توصل لتوحد زي ما قلت حضرتك تعمل زهايمر مسببة للقلق والتوثر والاكتئاب فمش أحسن حاجة خالص الفات دايت ولو هننصح بأنواع دايت معينة فعندنا الميديترينيان دايت عندنا إداش دايت لأمراض الضغط واللي عندهم ارتفاع في الضغط عندنا الفيرونيك دايت أو هو الدايت الفيروني نرجع بقى لأصلين المصريين أكيد كل شكرا لكي دكتورة سالي وحيد الخضري استشاري الصحة العامة والطب الوقائي شكرا جزيلا